فيلم فري ويلي تبدأ قصة الفيلم هي مجموعة من الصيادين والصيادين كانوا موجودين بالبحر حتى يصيدون الحيتان ويبيعوهن بمبالغ عالية جدا فهنان هم يقتربون من الحيتان ويشمرون عليهم شبكة جدا شبيرة والحيتان اول ما شفوا والشبكة خافوا وهربوا فهنان الصيادين بدأوا يتفادون الموقف ويقبضون على حوت واحد فقط واللي يكون اسمه ويلي وهذا ننتقل المشهى الثاني ونشوفته في الاسم جيسي ونعرف انه جيسي هو او جيسي واصدقائه بقوا يتوسلون بالناس على مدينةهم الفلوس او بالفعل هم يجبهون مبلغ لكن هذا المبلغ اللي عندهم ما يكفي الشراء الطعام فهم يقررون انه يروحون المطعم ويبدون يسرقون بالطعام او بالفعل يروحون ويسرقون وبعدها جيسي واصدقائه يسرقون كيكة شبيرة وبعد فترة قصيرة نشوف جيسي واصدقائه مجتمعين بمكان دائما يقعدون بي فجيسي يحكي الاصدقائه عن امه اللي هي سافرت لما كان صغير او من وقتها هو ما شافها ابدا او جيسي كان متأثر كل شهواية اما اصدقائه فهم يبقون يحكون على اهلهم اللي يعفوهم وفجأة الشرطة تجي للمكان حتى يقبضون على الاشخاص المتشردين فجيسي امر اصدقائه انه يتفرقون حتى الشرطة ما يقبضون عليهم او بعدها هو يهرب ويا صديقه باري وهم يروحون ويختلون بداخل متنزه او جيسي استغرب من المكان وبهاي اللحظة جيسي اسمع صوت حوت وهو يخاف كل شهواية واهنانه هو يروح لهذا الحوت ويبقى يباوع علي من وراء الزجاج فجيسي خاف من يشوف الحوت وهو يبقى ثابت بمكانه بعدها باري يجي ركض على جيسي ويقول له اهربوا من المكان بسرعة لانه الشرطة عرفت بمكاننا وهم يجوا على مود يقبضون علينا لكن جيسي ما يلحق يهرب والشرطة تيجي تقبض على جيسي وياخذوا للمركز وبالمركز يكون موجود اخصائي اجتماعي فالاخصائي يروح على جيسي ويقول له انه انت ما رح تنسجن لانه انت عمرك صغير لكن احنا رح نعاقبك بسبب اللي انت سويته والعقاب هو انه تنظف المتنزه المدة معينة واذا ما نفذت العقاب احنا رح نوديك للاحداث لكن انت حاول انه تنفذ العقاب حتى ما تنسجن بسجن الاحداث وبهاي اللحظة جيسي يسأل الاخصائي ويقول له امي وان راحة او شن السبب اللي خلها تبتعد عني فالاخصائي يقول لجيسي انه احنا حاولنا اكثر من مرة على مدنصة للامك لكن للاسف احنا ما لقيناها والاخصائي يقول لجيسي انه اكو عائلة تريد تتمنىك وانه انت لازم تروح وياهم حتى تتعرف عليهم وبالثاني يوم الاخصائي اخل جيسي ويوديل هاي العائلة ونعرف انه العائلة متكونين من شخصهم فقط واللي هم بلاند او زوجتها ان وابلاند وان اول ما يشوفون جيسي يراحبون بي لكن جيسي يحتيوا اياهم وبقلة ادب وحقارة وبعدها نشوفهم هم قاعدين على سفرة الغداء وابلاند يسأل جيسي ويقول لان انت شنه تحب فجيسي يقول لانه اني ما احب احد يحتيوا اياه وان ياكل وبعد ما يخلصون الاكل ابلاند وان ياخذون جيسي وودوا للغرفة اللي راح ينام بيها والثاني يوم جيسي يروح للمتنزه حتى ينفذ العقوبة مالته او جيسي اول ما يوصل للمتنزه يروح الراند ونعرف ان راند هو المسئول عن تنظيف المتنزه او راند ياخذ جيسي ويوديه للمكان اللي راح ينظفه او فجأة جيسي يشوف الحوت من وراء الزجاج وهو يروح ويشوف الحوت اللي بيه الحوت والحوت اول ما يشوف جيسي يذبع لي المي فجيسي كل ملف سيتبلل لن وبهاللحظة راند يجعل جيسي ويقول له انه هذا الحوت اسمه ويلي وانه اني حذرك انه ما تتقرب من عنده لانه ويلي هو حوت قاتل ومتقلب المزاج وممكن انه يأذيك باي لحظة او بعدها جيسي يرجع وينظف المكان اللي كله فراند بتنظيفه وبهاي الاثناء جيسي يسمع صوت الناس اللي جايين حتى يحضرون للعرض او جيسي يروح ويشوف العرض وهنان بعد ما يخلص العرض نعرف ان المدربة اللي اسمها ري تروح على جيسي وتعرف من عنده انه هو يحب الحيتان فريد حذر جيسي من التقرب للحيتان وبعد ما جيسي يكمل التنظيف يرجع البيت العائلة اللي يتبنه وهنان بلاند يجي على جيسي ويقول انه انت لازم تنام وتقعد من وقت ولازم من تطلع تقول لنا فجيسي يضوش كل شيء واي لانه هو ما متعود عليه شقوانين وبالثاني يوم الصبح جيسي يروح المتنزح على مد يكمل التنظيف فجيسي يروح وينظف الزجاج وبعدها طلعه لتعزف ويبقى يعزف وفجأة الحوت يندمج ويا الموسيقى اللي يعزفها جيسي ويتفاعل وياها وبعدها هو يروح الريح حتى يساعده بتجهيز الاكل الويلي وبالليل كان جيسي موجود بالبيت وهو قرر انه يهرب من البيت حتى يروح للحوت ووضعه لانه جيسي انتهت فترة العقاب مالته وبالفعل هو يروح لمتنزح ولما يوصل يروح للحوض اللي بيه الحوت وجيسي يبقى يعزف بالآلة مالته وبهاي اللحظة جيسي يسمع صوت احد جاية عليه وهو يخاف كل شهواية ومباشرة يقفز بالحوض وهو تشن على وشك انه يغرق لكن مايلي يدخل وينقض جيسي ويطلعه من الحوض وبهاي لاثناء راندي يجي ويشوف جيسي وهو يستغرب كل شهواية بسبب وجود جيسي بهذا المكان على الرغم انه الوقت متأخر وايضا انتهت فترة العقاب مالته وراندي استغرب ايضا لانه الحوت انقض جيسي وهو ما اكله وراندي اخذ جيسي حتى يرجع الاهله وبهاللحظة جيسي يقول لراند انه ذوله مو اهل الحقيقيين وهما مجرد انه تبنوني فراندي يروح لبلاند ويقول له انه انا اريد جيسي يشتغل ويايا بالمتنزه وهذا الشي بمقابل مادي او جيسي يتعهد لبلاند انه هو بعد ما يهرب من البيت او بالفعل بلاندي وافق وبثاني يوم الصبح جيسي يروح للمتنزه او اول ما يوصل يسمع صوت الحوت ويلي وكأنه ما يستغيث فهو يخاف كل شهواية عليه ويروح مباشرة للحوض وهو يتفاجأ من ان يشوف مجموعة اشخاص ده يطلعون ويلا من الحوض حتى يكشفون عليه لان هو مدى يستجيب للتدريبات وبهذا الوقت تكون ري تتعرك يا صاحب المتنزه وهي تقول له انه انا اريد انقل الحوت الحوت صباحه اكبر وان الحوض اللي يبي الحوت هو حوض مالدولفين وهنا جيسي يستغل الفرصة ويروح يفتح الشبكة اللي كانوا حاسين بها الحوت وراند كان شايف كل اللي يصار فهو يفرح كل شهواية لما شاف جيسي حرر الحوت او بعدها شوف جيسي وهو يشمر السمك للحوت على مود يأكل لكن هو متشان يقبل يأكل وهنانه يفهم ان الحوت يريد احد يوكله او بالفعل جيسي يبدأ يوكل الحوت وهنانه قدر هو انه يلمس الحوت الاول مرة فجيسي لاحظ انه يقلد حركاته وهو بقى يلعب وياه وهو فرحان اما ري وراند فشانوا يبعون على جيسي هم فرحانين فهنان ري تروح على جيسي وجيسي يطلب من عدها انه توكل الحوت لكن الحوت يرفض انه يأكل من ايدها والحوت يعفري ويروح او بعدها ري تاخد جيسي وتقول له انه انا حاولت اكثر من مرة انه ادرب الحوت لكن هو متشان يستجيب الي ابدا وتقول له انه انا من بهرة بعلاقتك الطيبة ويا ويلي او ايضا تقول له انه بالعادة الحيتان يعيشون بالقرب من عوائلهم لكن ويلي هو بعيد عن عائلته ولهذا السبب هو دائما حزين ومعتزل عن الاكل وتقول له انه انا ردك تساعدني بتدريب الحوت ولما هو يحصل الفلوس راح ينقل الحوت الحوض اكبر من اللي هو بيه حاليا او بعد فترة قصيرة جيسي يبدأ يدرب الحوت وجيسي يعلم الحوت على حركات معينة والكل يتفاجئون لما يشوفون الحوت ويلي وهو استجاب الجيسي او بعدها جيسي يصعد على ظهر الحوت او بعد فترة زمنية قصيرة نشوف جيسي هو قاعد ويا بلاند او جيسي شوفه صورة الى ويا امه وهو يقول لبلاند انه انا الحقه طول العمر انتظر امي ترجعلي وهنا او بلاند يقول لجيسي انه امك ما رح ترجعلك ابدا لانه انا من تبنيتك قالولي كلام يخص امك فجيسي عصب عليه ويقول لبلاند انه امه تحبني كل شو ابدا ما رح تعوفني فجيسي يقف بلاند ويروح ويطلع وبلاند يروح ويدور على جيسي بكل مكان لكن للاسف هو ما يلقى وهنا او بلاند يرجع البيت ويقابل زوجته اون وهو يحصل على كل شو صار وياه ويا جيسي فانت عصب عليه وتقول لي انه انا اتعلقت كل شو بجيسي وما رده يبتعد عني او فجأة هو جيسي يرجع للبيت وهو يسمع انه بلاند يتعاركون فهو يعصب كل شو يكسر الزجاج وبلاند وان مباشرة يصعدون عليه او جيسي يقول لهم انه انا يتوتر كل شو لما اسمعكم تتعاركون فانت هدي جيسي وتخليه ينام وبثاني يوم جيسي يروح للمتنزه وهو يروح ويقعد يم الحوت ويقول لي انه انوياك نتشابه ببعض الصفات مثلا انه اني ما عندي اهل او انت ايضا ما عندك اهل وبهاي الاثناء صاحب المتنزه يوصل للمتنزه على انه يشوف جيسي وهو يدرب الحوت وهو يستغرب كل شهواية لما يشوف الحوت يستجيب الكلام جيسي او صاحب المتنزه يطلب من جيسي انه يعيد كل اللي يسوها مرة ثانية حتى يتأكد انه احترف بالتدريب وهو سوى هيتي حتى يتأكد اكثر لان هو رح يدفع فلوس هوية حتى يسوي العرض واذا هذا العرض نجح فالصاحب المتنزه رح يحصل فلوس اضعاف او بعدها صاحب المتنزه يغادر المكان وهو مقتنع وثاق بمهارات الحوت اللي جيسي علمها اليه ولما ييجي يوم العرض كان ويلا خايف من كمية الناس اللي موجودين ويلا يبقى يسوي اصوات غريبة وهنانه جيسي يجي حتى يقدم العرض هو والحوت لكن جيسي يتفاجأ لما بدأ العرض والحوت مجا يستجيب اليه او جيسي يتوتر كل شهواية وهو يقول للحوت انه اني محتاجك هاي المرة على متوقف وياي لكن الحوت كان خايف ومتوتر من اصوات الناس اللي حواليه والحوت يعوف جيسي ويرجع ينزل بداخل المي او جيسي ضوش كل شهواية ويعوف العرض ويطلع وريت روح وراء جيسي ويقول انه انت مالك ذنب باللي صار ولما جيسي طلع من المكان يروح وراء بلاندوان وبلاند يقول لجيسي انه احنا فخورين بيك لانه انت سويت اللي عليك وانه انت شنت دائما جنب الحوت وكل اللي صار هو مذنبك وبالليل جيسي يرجع للبيت وهو ما كان يجي النوم ابدا فهو قرر ان يروح للمتنزه ولما يوصل يشوف ولا يتقرب علي على مديل عبوية لكن جيسي كان ضايج وزعلان منه وفجأة يسمع اصوات كل شهواية وذن الاصوات مشابهات للاصوات اللي الحوت كان يسويهن ولما يصعد الدرج يلقى قدامه محيط بحيتان كل شهواية وذن الحيتان هنه اللي يسوون الاصوات فجيسي يعرف انه ذن الحيتان هنه عائلة الحوت ويلي وانه هم يريدون ويلي يرجع لهم وبهاي اللحظة جيسي يشوف مجموعة من الاشخاص وهم يحاولون يكسرون الحوض اللي بي الحوت ويلي حتى يفرغون كل المي اللي بي او بلتان للحوت رح يموت فجيسي يخاف كل شهواية على ويلي وهو يروح ويقاعد راند وهو يحكي له على كل شي صار ويا وهسا نعرف انه اللي ورا كل اللي صار هو صاحب المتنزه وهو سوهيتي حتى يموت الحوت وبيع الشركة التأمين بمقابل مليون دولار او جيسي يقول للراند انه احنا لازم نتصرف بسرعة على مدن نقذ ويلي او ايضا على مدن نقله ويا المحيط ويا عائلته او بالفعل راند يوافق وهنا راند يتصل بري ويقول لها تعالي هسا ضروري لمتنزه او بالفعل ري توصل لهم باسرع وقت ممكن فجيسي قل لها انه من اسباب عدم استجابة الحوت ويلي بالعرض هو ان الحوت كان يريد يرجع العائل تلي بالمحيط او بعدها جيسي وراند وري يبدون يجهزون بالمعدات اللي رح يسحبون بها الحوت ويلي حتى يطلعوا من المي وبهاي اللحظة الحوض الزجاجي ينكسر والمي كله يطلع ويندفع للخارج او بالتالي اصبحت مهمة ارجع ويلي هي صعبة جدا فجيسي ينزل بسرعة او يربط سلسلة بالشبكة حتى يخلي الحوت بيها بالسيارة ويربطون بها الحوت وهما يروحون بطريق باتجاه الغابة لكن بالطريق يتفاجعون لما يشوفون الطريق مزدود فهما يقررون ان يرجعون وغيرون طريقهم بس السوء الحظ السيارة تعلق بطين اللي موجود بالارض فجيسي قرر انه يتصل ببلاند وان على مديجون ويساعدوهم ولما بلاند وان يصلون جيسي يطلب من عدهم ان يساعدوه حتى يرجع الحوت للمحيط وبلاند ينقهر ويحزن على جيسي فهو قرر انه يساعده او جيسي يفرح كل شهواية ويروح ويحضن بلاند او بالفعل بلاند يساعدهم ويخلصهم من الورطة اللي هم بيها او بالطريق جيسي كان قاعد يام ويلي اما ري فهي كانت مهتمة هي انه تحافظ على جسم الحوت ويلي من خلال انه تبقى ترش على جسم المي واول ما يوصلون للمحيط يتفاجعون لما يشوفون صاحب المتنزه وجماعتهم من تضريهم لانهم معرفوا باللي صار فبلاند كسر الابواب بالسيارة اللي سوقها وبعد معاناة يوصلون للمحيط فهنانا جيسي يبقى يحاول ويا ويلي انه ينزل بالمحيط لكن ويلي كان ما يستجيب بسبب المدة اللي قضاها خارج المي وفجأة يجون اصدقاء صاحب المتنزه وهم يبقون يضربون بيهم حتى يمنعهم من اللي دايسوه وبعد فترة جدا قليلة الحوت يستجيب الكلام جيسي او هو بسرعة ينزل للمحيط او جيسي يودع الحوت او هو فرحان لانه قدر ينقذه بس بهاي اللحظة جيسي يتفاجأ لما يشوف مجموعة من الصيادين اللي صعب المتنزه متفقوا يهم حتى يقبضون على الحوت والصيادين كانوا مجهزين الشباك مالتهم او بالفعل هم مقدروا انه يقبضون على الحوت ويدخلوا بالشبكة لكن هنا جيسي يدخل ويروح ويصيح الحوت والحوت مباشرة ايجع على جيسي فجيسي يحكي الحوت ويطلب من عنده انه يقفز من الحاجز اللي موجود بالمحيط حتى يتخلص من الشبكة او جيسي يبقى يشجع بي او بالفعل الحوت ويلي يشجع ويروح ويقفز من الحاجز وهو قدر يتخلص من عندهم والكل يفرحون يمبهرون خصوصا الري لان هي اول مرة تشوف الحوت هو يقفز بهيش ارتفاع اما صاحب المتنزه فهو يضج كل شهواية وينقهر لان هو ما عند اي حل يسويه وبعد ما الحوت رجع لعائلته جيسي يروح ويحظن بلاندوان وهو يشكرهم على كل شي قدموا له ومن هاي اللحظة جيسي يعتبر بلاندوان هم عائلته لان هم قدموا له الحافز المعنوي والنفسي ودائما كانوا جنبه وايضا بسبب وقفهم اياه باشد المواقف اللي هو احتاجهم بيها وبالاخير هم عاشوا بسعادة وكانوا مكونين عائلة وحدة وان وبلاندو جيسي كانوا فرحانين وعاشوا بسلامة وبدون اي الم ولهنانه تكون نهاية الفيلم اشتركوا في القناة